نادي الاهلي في الساعات اللي فاتت ارسل خطاب للجهات المعناية يطلب فيه حضور الساعة الكاملة للجماهير في استاد الكاهرة خلال مباراة التراجي في اياب نصف نهاء دوري ابطال افريقيا يوم 19 مايو بعد اسبوع من مباراة الزهاب ان شاء الله اللي استاد يتميلي عن اخره ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون سند وعون للنادي الاهلي للصعود لنهاء دوري ابطال افريقيا عشان يصعد النادي الاهلي نهاء دوري ابطال افريقيا وبعشان نتكلم بقى كلام كبير جد كلام كبير جد بالمناسبة الوزيد كان ماشى جريده وعنده مباراتين صعبين جدا امام سانداونز في نصف النهائي كل التوقعات ان سانداونز هيصعد وانا من الناس دي تمام لجينا بقى سانداونز ان شاء الله خدوا بالكم للمباراة نهاية دولة أبطال أفريقيا هذا الموسم زهابا قيابا زهابا قيابا كيف عدل الأمر تاني لو تتذكروا السنتين ثلاثة اللي فاتوا كانوا المباراة واحدة فقط مباراة واحدة فقط في أرض المفروض محيدة يعني كانتش بتبقى في أرض محيدة بس المفروض في أرض محيدة هو لغى الكصة دي ورجعها تاني زهابا قيابا مباراة في أرض مصر ان شاء الله لما يبن نادي الأهل يصعد ومباراة العودة خارج مصر بإذن الله بس النهاية ده لو الأهل يصعد للنهاية هيبقى مباراة الزهاب في الكاهرة والعودة هناك فأي ملعبة غالبا هيبقى الجنوب بفرق غالبا يا إن شاء الله كمان بإذن الله الأهل يصعد أمام الترج